لساعات طويلة يجلس أحمد الحلاق أمام فرنه المتقد متحملاً صعوبة الظروف المحيطة به لإبداع قطع فنية زجاجية من روح الماضي وإبقاء صناعة الزجاج التي عمل بها حتى ارتبطت باسم عائلته على قيد الحياة نحن هذه مهنة قديمة نتوارس عن آبائنا وإجدادنا نحن نحبها كثير لأنه عشنا فيها من آبائنا وقد كنا صغار كان عامنا ست سبع سنين نشتغل فيها ونبلش فيها طبعاً مع الدراسة تعلمناها من آبائنا هذا المعمل قديم له عمره 150 سنة نحن قالنا هلأ نحن والوالد الله يرحمه 50 سنة تقريباً أو 53 سنة نحن تعلمناها ونحن من هاي المهنة تمشي بدمنا نحن هاي المهنة فيها يعني صعوبة فيها الأعداء قدام الفرن قدام الحرارة قوية بس نحن حبنا لهالمهنة بيخلينا أنه نععد نشتغل ونبدع فيها ونطالع شغلات كثير حلوة وجيدة فيها وضرب المثل برقة وعراقة الزجاج الدمشقي حتى لاقى رواجاً وانتشاراً خارج البلاد لكن الحرب أثرت على هذه الصناعة فقل عدد الحرفيين وتراجعت المبيعات وارتفعت أسعار المواد الأولية اللازمة لاستمرار العمل بالحرفة قبل الحرب كانت فيه سياحة كثير وفيه عمال كثير هلأ ببعض الحرب تأسرنا كثير أولاً بغلاء المواد الأجانب بعد تجيل هون ويشتغلون بالمصلحة كمان هاجروا وسافروا نحن صفين هنا أنا وأخواتي هاي حرفة تراثية عم حافظ عليها أنا وأخواتي وأولاد أخواتي ويعود تاريخ اكتشاف الزجاج في سوريا إلى ألفي سنة قبل الميلاد أما تشكيل الزجاج بطريقة النفخ فتعود إلى ما يقارب ألفي سنة تم بعد ذلك إدخال بعض الزخارف والمعادن عليها لتزيينها رغم الصعوبات التي تواجه صناعة الزجاج إلا أنها تبقى رائدة الصناعات اليدوية في سوريا باعتبار أنها جزء من التراث اللامادي الذي كان يشكل نقطة جذب للسياحة الخارجية قبل تراجعها بسبب الظروف التي تعيشها البلاد جوليا عوض دمشق المملكة